أهلا بكم من جديد دعت لجنة الإنقاذ الدولية الخيرية إلى إجلاء 39 لاجئا سوريا بشكل فوري قالت أنهم ما زالوا محاصرين على جزيرة صغيرة في نهر إيفروس على الحدود بين اليونان وتركيا وقالت لجنة الإنقاذ الدولية أنه توجد على الجزيرة طفلة عمرها 9 سنوات في حالة حرجة ولا تحصل على رعاية طبية وأشرت إلى تقارير إعلامية قالت أن اختها البالغة من العمر 5 سنوات توفيت بعد أن لدغها عقرب وإن اللاجئين حاولوا الوصول إلى البرل اليوناني لكن تم إبعادهم من قبل الشرطة اليونانية من جانبه قال وزير الهجرة اليونانية أن بلاده لم ترصد وجود أي أشخاص على الجزيرة وأضف أن أثنى نبهت السلطات التركية بشأن هذه القضية وأوضح موقع ميدل إيستاي في تقرير له أن الجزيرة تقع على الأراضي اليونانية بالقرب من الحدود التركية ولا يمكن لمنظمات الإغاثة الوصول إليها وينضم إلينا عبر الإنترنت من إسطنبول سيد فضل عبدالغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان وحقيقة سيد فضل ما حقيقة ما يحدث لتسعة وثلاثين لاجئا سوريا ما بين تركيا واليونان الآن يعني بالحقيقة هذه الحوادث هي حوادث متكررة عم تتكرر كل فترة وهذول اللاجئين عم يعبروا من تركيا إلى اليونان هلأ فيه يعني عدة تفاصيل بالحقيقة فينا يعني بالإضافة لهذه الحادثة خلينا نقول طبعا أنه من حوالي عشرة أيام هذول حاولوا اللجوء مثل يعني كثير من اللاجئين السوريين وغيرهم يعبروا من الحدود وعلقوا بهذا النهر اللي بيفصل بين تركيا واليونان وفي هاي الجزيرة الصغيرة اليونان بتقول هاي لا تركيا ويعني لأ تركيا بتقول وفي هاي المحاولات وزير يعني الهجرة اليوناني قال ما لأينا حدا فيه تغريدة على الانترنت بإسمه قال ما في حدا وحتى الشرطة اليونانية بتقول ما لأينا حدا وهذا الأمر هو مش صحيح بالحقيقة والمحكمة العدل الأوروبية هي أصدرت يعني قرار أنه هذول اللاجئين لازم اليونان تقدم لهم الحقوق والمساعدة وأيضا أعطاهم طلبهم بحق اللجوء يعني مش محكمة العدل عفوا الدولية المحكمة الأوروبية أو مش محكمة العدل الأوروبية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المحكمة بالرغم من القرار اليونان هو رفض هذا الشيء وهذا متكرر أيضا من السلطات اليونانية هي مو أول مرة ترفض يعني قرارات المحكمة اليونان عم يقول أنا متخوف نتيجة الأزمة السياسية مع تركيا أنه يصير فيه تدفق من اللاجئين بعام 2020 بس أنا حابب أرجع شوي لورا حتى يعني المشاهدين نفهم شو اللي صار اللي صار حقيقة أنه في عام 2016 تركيا والدول الأوروبية وقعت اتفاق هو اتفاق ينتهك القانون الدولي بالحقيقة ينتهك حتى اتفاقية اللاجئين وهذا الاتفاق بنص أنه على إعادة اللاجئين لهيك نحن عم نشوف أنه المنظمات الحقوقية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عم تقول أنه هي إعادة قسرية بينما أنهن عم يستندوا على هذا الاتفاق وكثير منظمات نقدت هذا الاتفاق وقالت أنه الاتفاق ينتهك حقوق الإنسان سيد فضل هما الآن في هذه اللحظة أنا تبعت جزء من الفيديوهات اللي نشرها حقيقة مسألة في غاية الصعوبة الناس في العراء وطفلة ماتت بسبب لدغة عقرب وهناك حامل في شهرها الثامن على ما أعتقد هل هم من على أرض يونانية أم أرض تركيا لأن اليونان بتدعي اللي هم من على أرض تركيا نعم مثل ما ذكرت أنه هي الجزيرة الصغيرة وأنه كل مين عم يحاول ليشلف الموضوع حتى لأنه إذا هن عبروا على أرض يونانية فلازم يلتزموا بقرار المحكمة لأنهن أطعوا لحدود وبالتالي إعادتهم هي إعادة قسرية وكما تفضلت حضرتك يعني أنا ما أشرت إلى الأوضاع الإنسانية طبعا الفضيع اللي هن عم يعيشوها طبعا نوم بالعراء وعم يشربوا المي طبعا النهر ما في مياه ولا في غزاء يعني هذا الأمر معروف وأصبح يعني صار لهم فترة نحن نحكي من عشر الشهر يعني إلى الآن حوالي ستة أو سبعة أيام وحتى بدنا نحسب نحن أيام السفر اللي كانوا قبل إلها ولهيك آلة المحكمة أنه اليونان لازم تفتح الحدود يعني حتى إذا هلأ هاي وصلونا لنفرض أنهن على الحدود وهذا اللجوء هو حق يجب أن تفتح أمامهم الحدود حتى يعبروا وأيضا اليونان هي دولة عبور وحتى أنهن ما بدهم يعني يستقروا باليونان لأنه هي يعني بث هي ما بدت تقوم بأي إجراءات بحق اللاجئين ولا تعمل حتى إجراءات طبيعة الموقف التركي الآن في هذه القضية مع هؤلاء ما هو الموقف التركي الآن هو يعني بوفق الاتفاقية الأشرط اللي توقعت في عام 2016 فهو بده ملزم بأنه يقبل إعادة هؤلاء وأيضا فيه التزام أنه هو حتى يعرقل نفس الشيء ما يسمح بتدفق اللاجئين وللأسف مثل ما ذكرت أنه هي الاتفاقية هي تنتهك حق الإنسان بأنه هو يطلب لجوء خاصة إذا كانت الأوضاع هي أوضاع غير مناسبة سواء بسوريا أو بتركيا أو باليونان أو بأي دولة هو عايش حالة مونش مستقرة وهو فيه اضطهاد بحقه بدولته الأساسية يعني هو شو اللجوء؟ اللجوء أنه هو عم يتخلى عن جنسية هذه الدولة ما عاد بده هاي الجنسية لأنه هو فيه اضطهاد ديني عرقي سياسي ضده وهذا الأمر محقق به سوريا يعني السوريين في أي بلد بالعالم بيوصلوا له أنه من حقهم اللجوء وفق تقارير أممية هاي القرارات هي مش قرارات سياسية للأسف عم يدخل فيها السياسيين وعم يرفضوا القرارات الحقوقية وقرارات المحكمة بس هي مو السياسيين اللي بيحددوا هل هذا بيستحقوا؟ اللي بيحدد هو الأمم المتحدة اللي بيحدد هو المفوضية العلية لشؤون اللاجئين ونشرت المفوضية العلية لشؤون اللاجئين بالمناسبة تغريدي عن أوضاع هؤلاء بـ 13 شهر وقالت أن هذول بيستحقوا اللجوء وأيضا أوضاعهم الإنسانية غاية في السوق السيد فضل عبدالغني رئيس الشبكة السورية الحقوق الإنسان كنت معي عبر الانترنت من أسطنبول شكرا جزيلا لك وأناوه مشاهدين أننا تواصلنا مع بعض المسؤولين اليونانيين إلا أنهم رفضوا التعليق على هذا الموضوع